قام رئيس وعضاء مجلس المشايخ وحكماء وعيان مدينة بنغازي بزيارة تفقدية لشركة ليبيا للتأمين وذلك لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة باقتصاد المدينة ترحيبنا بالشيخ عمد عبدالعب سلام ومشايخنا وعياننا وهنا وعربنا وبرك الله فيكم على جيدكم للشركة ليبيا للتأمين وهذه وقفة الحقيقة وقفة جادة ومتوقعة منكم مش غريبة عليكم ونحن بإذن الله ما حنكون عند حسن ظنكم وحتكون الشركة هذه الهالمسات في مدينة بنغازي وبإذن الله حيكون عندها استثمارات في مدينة بنغازي وحيكون عايدها أكبر وبإذن الله حتكون الأفضل الأفضل وحتكون كمعها التومة في السابق يعني شركة قوية ومتماسكة وبإذن الله القادم أفضل وجدد شكري الكم وبرك الله فيكم وعلى الزيارة القيمة والحقيقة هذا يحسب لمشايخنا وبرك الله فيكم كما أوقيت العديد من الكلمات التي أثنت على المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بذلها كافة السبل لتوفير الأمن والأمان مثمنة على دور الأبطال وأبناء المؤسسة العسكرية في تقديم أرواحهم في داء للوطن نحن اليوم في شركة ليبيا للتامين في زيارة لها لنسأل الله أن نكون الزيارة الثانية في مقرهم الرئيسي في بنغازي في وسط البلاد بعد أن تحررت بنغازي من هؤلاء المجرمين الدواعش التكفيريين الذين عاتوا في وطننا فسادا وخرابا ودمروا وطننا وقتلوا أبناءنا وشردونا من ديارنا بغير حق إلا أننا ليبيين وبنغازي عصية على هؤلاء المجرمين وعلى الخوانة والمندسين اللي ما زالوا قاعدين في بنغازي توا ما زالوا بيننا عملاء وما زالوا بيننا خوانة وما زالوا مندسين وما زالوا منافقين بوجهين ما فيش واحد على حقيقتها ولو ما نحن ما صفينش وجوهنا هذا الكلام نقوله من هذا المنبر بشيوصل وقد شرح بكلمته تاريخ شركة ليبيا للتأمين والعوائق التي تقف في طريق آداء أعمالها وقد استجاب الأعيان للكلمة وعيدين ببذل الجهد الكافي من أجل شركة ليبيا للتأمين مبينا خلال لقائه بإعيان القبائل ومشايخها أن الشركة تدعم اقتصاد البلاد مؤكدة اهتمامها بإعادة الحياة لطبيعتها في مدينة بنغازي ترجمة نانسي قنقر